إيران تواصل تحدي العقوبات الأمريكية فقد أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن على إيران مواصلة مبيعات النفط لمواجهة العقوبات بالإضافة إلى تعزيز صادراتها غير النفطية وأضاف روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني أما واشنطن تحاول خفض الاحتياطي النقدي الأجنبي لطهران من جانبه قال رئيس البرلمان علي لاريجاني إن بلاده ستواصل تخصيب اليوران يوم أكما في السابق وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت قبل أيام الإعفاءات الممنوحة لقطاع النفط الإيراني وهو القرار الذي يهدف إلى تصفير الصادرات النفطية لطهران فما هو المغزى من رسائل التحدي الإيرانية هذه وهل تدفع في اتجاه تشدد أكثر من الولايات المتحدة أم إلى التفاوض مجددا هي مؤامرة أمريكية وعلى الشعب الإيراني مواجهتها هكذا اعتبر الرئيس حسن روحاني الإجراءات العقابية التي اتخذها البيت الأبيض ضد طهران المؤامرة مواجهتها بحسب الرئيس تتم من خلال مواصلة تصدير المنتجات النفطية إلى جانب تعزيز الصادرات غير النفطية ورفع نسبة الذخائر من العمولات الأجنبية أمريكا تسعى إلى خفض احتياطاتنا من القطع الأجنبي ولمواجهة هدفها علينا خفض حاجاتنا منه وإلا سوف تزداد أسعاره كما أن أمريكا تسعى أيضا إلى الإخلال بتعاملاتنا بالقطع الأجنبي مع الآخرين وهذا يؤثر على الكثير من السلع لا طريق أمامنا إلا تقليص صرفياتنا من القطع الأجنبي وزيادة وارداتنا منه في الوقت نفسه روحان اتهم أيضا لإدارات الأمريكية بشن حرب سياسية ونفسية ضد بلاده والسعي إلى تغيير النظام في إيران من خلال تدمير الاقتصاد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لارجاني دخل هو الآخر على خط الأزمة مع الولايات المتحدة مهددا واشنطن بالعودة إلى المربع الأول في ملف تخصيب اليورانيوم في حال واصلت إطلاق التصريحات المعادية للإيرانيين ويؤكد أن الطريقة مفتوحة أمام بلاده لتخصيب اليورانيوم إلى أي درجة يريدونها معتبرا أن المفاوضات النووية الأخيرة تمت بعد تيقن الغربي فشل كافة العقوبات ضد بلاده تصعيد كلامي من المسؤولين الإيرانيين في مقابل تجديد للعقوبات الأمريكية يدفع المنطقة إلى حافة هاوية لا يعلم الطرفان إلى أين قد تصل ألسنة لهبها وينضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي الأستاذ محمد غروري أهلا بك محمد غروي عفوا سيد محمد أهلا بك بداية يعني برأيك التصريحات السيد روحاني اليوم إلى ما تهدف وعلى ما تعتمد اليوم السلطات في إيران في هذا التصعيد بسم الله تحية لك ولمشاهدين طبعا لإيران اليوم في حالة دفاع سواء دفاع اقتصادي أو سياسي أو حتى ربما في الأيام القادمة سيكون دفاع عسكري الأمور تتجه نحو هذا الاتجاه الأمريكي ربما لا يريد هذه الحرب لكن أساسات هذه الحرب قد وضعت في المنطقة بمعنى أقول أن الأمريكي عندما يضع الحرس السوري على لائحة الإرهاب وبالتالي يرد الإيراني من جهته على أن القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة أيضا هي قوات إرهابية هذا يعني أن أي استضام صغير ربما في المنطقة سواء في مياه الخليج أو في المنطقة سيؤدي ويتطور إلى حرب هذا ما لا يريده الطرفان وهذا ما قاله قاسم سليماني قبل ساعتين عبر حسابه وهو قال أن لدينا معلومات وليس تحليل بأن الـ CIA لا يدعى ترامب أن يدخل في مواجهة عسكرية مع الإيرانيين وهذا ما لا يريده الإيراني أيضا وأيضا سمعنا اليوم أخبار تقول بأن الأمريكان يعني بعتوا رسائل عبر العمانيين للإيرانيين بأننا لا نريد المواجهة العسكرية تحت أي ظرف كان هذا يدل على أن الطرفان أي الإيراني والأمريكي لا يريدان التطور نحو حرب لكن هم يسيران على حافة الحرب الطرفان يؤكدان بأننا لا نريد الحرب لكن سيقفون أمام أي أنواع من الضغوطات سواء السياسية أو الاقتصادية أو ما إلى هناك وهذا ما أشار إليه اليوم الرئيس روحاني في خطابه حيث قال أن الأمريكي يريدنا أن طبعا مع التأكيد على هذه المؤشرات أستاذ محمد التي تقول بأنه ربما الطرفان لا يريدان الدخول اليوم في مواجهة عسكرية ولكن فيما يتعلق بإيران تحديدا اليوم إيران أيضا مستنزفة في الحرب في سوريا ودخولها فيها تعاني من حصار اقتصادي لديها مشاكل اقتصادية داخلية إلى أي مدى تستطيع التصدي لهذا النوع من المواقف والتلويح بمواجهة عسكرية اليوم هل لدى إيران بالفعل القدرة على هذه المواجهة؟ طبيعي الأساسات والطوانين التي وضعت من خلال بعد الاتفاق النووي أو قبلها هي تؤسس لندخل في هذه المرحلة الإيراني عندما دخل في الاتفاق النووي كان في الخلفية يعرف أن الأمريكي سوف لن يلتزم فيما وقع عليه وهو وضع أساسات لهذا وما يسمى باقتصاد المقاومة في إيران هو جعل من الإيرانيين ومن الدولة في إيران والشعب في إيران أن يتهيأوا لمثل هذا اليوم وبالتالي هذا اليوم حصل وربما سيأتي اليوم الأصعب من هذا لذلك الإيراني هو متهيئ ولديه الإمكانات اللازمة لهذا الموضوع دعيني أعطيك مثالا بأن الإيراني عندما وضع ميزانيته لهذه السنة الجديدة هو وضعها على أساس 700 ألف برميل يوميا أي يصدر هذه الكمية يوميا بقيمة 50 دولار لكن اليوم نرى أن يوم أمس جرى تصدير حوالي مليون و400 ألف برميل تحت الحصار وبسعر أكثر من 70 دولار هذا يدل على أن الإيراني حتى الآن لا يزال مرتاحا في هذا الإطار وهو يستطيع الصمود بفعل بعض الإصلاحات في الداخل على الصعيد الحكومي وعلى صعيد بعض القوانين الموجودة في الداخل لذلك أرى أن الإيراني يستطيع الصمود أكثر من هذا وربما الأيام القادمة ستكون أصحب شكرا سيد محمد لكن الإيراني وضع أمامه نعم أشكرك هذا كل ما يسمح به الوقت أرساد محمد غروي الكاتب الصحفي من بيروت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة